فكر في الأمر سترات خفيفة كالريشي يمكنك ارتداؤها مهما كان الطقس وأجهزة نقالة تحضر لك الخبز المحمص في طريقك إلى العمل وهواتف ذكية يمكنك لفها حول معصمك تبدو كأغراض لن تراها سوى في فيلم خيال علمي ولكنها ستصبح حقيقة في المستقبل القريب الطلاء الشمسي ستستعمل المنازل قريبا مصادر طاقة متجددة وستكون مدمجة في هيكلها الطاقة الشمسية هي الحل التحدي الأكبر اليوم هو أن نجعل هذه التكنولوجيا سهلة الاستعمال وفي متناول الجميع من حيث التكلفة سيمتص طلاء شمسي خاص أشعة الشمس ويحولها إلى طاقة يمكنك استعمالها الواقع الافتراضي يتكون من الصور والأصوات فقط في وقتنا الحالي ومع ذلك لا يزال أمرا ملموسا ولكن تخيل أنك قادر على لمس الأشياء في الواقع الافتراضية سيكون ذلك ممكنا بفضل قفازات خاصة ستتحكم بحركة يدك وأصابعك وستشعرك أنك تلمس أجساما حقيقية ستجعل هذه الميزة الألعاب الإلكترونية أكثر متعة ستسمح لك أيضا بالنظر عن كثب إلى معارض المتاحف التسوق الذكي اجمع بين الواقع الافتراضي والمعزز مع التنقل وسرعة الطائرات بدون طيار وستحصل على تجربة تسوق مستقبلية ستكون كادرا على رؤية نسخ بالحجم الحقيقي للغرض الذي تود اقتناءه سيسمح لك الواقع الافتراضي بلمسه والتحقق من مقاسه إن كان كل شيء على ما يرام ستقوم الطائرات بدون طيار بتوصيل طلبيتك على الفور لا مزيد من المعاطف الثقيلة ولا مزيد من تكديس الملابس لأجل صباح بارد والتعرق لبقية اليوم بعد شروق الشمس ستظل السترة الخفيفة تراقب درجة الحرارة الخارجية ستحمي جسمك من البرد عبر تشغيل معدات خاصة للتسخين الداخلية أجهزة منزلية ذكية جميع الأجهزة التي تستعملها ستتناسق فيما بينها وتتأقلم مع أسلوب حياتك تستيقظ في الصباح وتوقف المنبهة على هاتفك سيفتح ستار النافذة تدريجيا لتضيء غرفته وستشرع آلة إعداد القهوة في عملها وفي طريقك إلى المنزل بالسيارة سيستقبل جهاز تكييف إشارات من سيارتك ويبدأ في تسخين أو تبريد منزلك وبمجرد أن تفتح باب المنزل ستشغل أغنيتك المفضلة جهاز نقال لتحميص الخبز سيبدو كسكين عادي أمسك بشريحة من الخبز ومرر فوقها جهاز التحميص وها أنت ذا لقد تم تحميص خبزك على الفور ولن تحتاج حتى إلى التخلص من الفتاة أطباق لمراقبة الحمية ستحدد الأطباق الذكية عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها طعامك ومدى التزامك بنظامك الغذائي سترسل هذه المعلومات إلى واش خاص أقصد تطبيقا على هاتفك الذكية سيتتبع حالتك الصحية ويظهر لك التقدم الذي أحرزته في طريقك للتخلص من الوزن غير المرغوب فيه أجل سيشي بك الطبق قد تود التفكير جيدا قبل اقتناء هذا الغرض في المستقبل طباعة ثلاثية الأبعاد للطعام إن كنت لا تهوى الطبخ كثيرا اشتري طبيعة ثلاثية الأبعاد ستطبع أي طعام يمكنك تخيله وتملأه بجميع العناصر الغذائية الضرورية ستساعدك أيضا في التحقق من حصتك من سعرات الحرارية اليومية آه يا إلهي ماذا عن طبع كعك ثلاثي الأبعاد لحم اصطناعي أكثر من ثلاثمائة ألف دولار هذه تكلفة أغلى شطيرة بيرجر في العالم ويحتوي على لحم تم إنتاجه في المختبر في المستقبل سيتم تحسين عملية إنتاج اللحوم وستصنع منتجات في المختبر بتكلفة أرخصة بكثير لن توفر هذه العملية للناس طعاما رخيصا فقط بل ستكلل أيضا من الانبعاثات الضارة هواتف أكثر ذكاء حتى الذكاء الاصطناعي ليس الوحيد الذي يزداد ذكاء كل يوم بل يزداد حجمه صغرا أيضا ستكون رقائق الذكاء الاصطناعي صغيرة جدا ستتسع داخل الهواتف الذكية بكل سهولة مما سيجعل جهازك الإلكتروني قويا جدا هواتف ذكية سهلة الاستعمال هناك احتمال كبير بأنك سترتدي هاتفك الذكي حول معصمك في المستقبل القريب ستسمح لك شاشته القابلة للطي بالاستفادة من هذه الميزة بسهولة حتى أن بعض الشاشات ستكون قادرة على التمدد دون أن تنكسر شواحن بطاريات بموجات الراديو الشحن اللاسلكي لا بأس به ولكنك لا تزال مضطرا لترك هاتفك في مكان واحد لفترة من الزمن سترتكز التكنولوجيات الجديدة على نوع خاص من موجات الراديو ستشحن أجهزتك اللوحية بنفس سرعة شبكة الواي فاي هذه الأيام الطابعات وأجهزة المسح ضوي النقالة ستبدو أجهزة المسح مثل الأقلام العادية أو أقلام الماستر الكبيرة في المستقبل مرر القلم فوق نص مكتوب أو صورة وسيحتفظ بجميع البيانات أيضا سينتج جهاز بالحجم نفسه نسخة من الصورة الممسوحة ضوئيا إن كان نصا بخط اليد سيساعدك الجهاز على حل شفرة حتى أكثر الكتابات التي يصعب قراءتها من المؤكد أن الأطباء يشعرون بالقلق الآن مهلا يا شباب اعتذر قطارات أنابيب الفراغ أو فاكترينز يرمز هذا المصطلح إلى قطارات الفراغ التي تسير عبر أنفاق خالية من الهواء في أعماق الأرض ستدفعها قوة الرفع المغناطيسية إلى الأمام وبذلك ستكون أسرع من الطائرات الحديثة في الواقع أسرع بخمس مرات من سرعة الصوت إطارات ذكية للسيارات ستحتوي الإطارات ذات التكنولوجيا المتطورة على أجهزة استشعار مدمجة ستنبه السائقين عندما يحين وقت تغيير الإطار أو إن كان هناك خطب ما ستراقب أجهزة الاستشعار أيضاً حالات الطريق وتآكل المعدات والهواء المطهوط وجميع تلك الأشياء الضرورية شاحن سيارات كهربائية بسرعة البرقة ستظل السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية موجودة في المستقبل القريب ولكن لن تقلق مجدداً حول نفاذ بطارية السيارة ستستعمل محطات الشحن الجديدة تكنولوجيات متطورة كفيلة بإسراع عملية الشحن عشرة أضعاف عدة دقائق من الشحن وستصبح جاهزاً للانطلاق روبوت جز العشب الشيء الوحيد الذي تحتاج فعله هو ضبط مؤشرات خاصة التي ستحدد حواف العشب وتمنع تلك الآلة الدؤوبة من العمل عند جيرانك يمكنك تركها بمفردها بعد ذلك ستجز العشب بالطريقة التي تمت برمجتها بها مترجم فوري لا يمكنك تعلم جميع اللغات في العالم ولكن بمقدور هاتفك الذكي فعل ذلك ستحصل على سماعات خاصة للرأس مجهزة بمايكروفون ستتعرف سماعة الرأس على حديث الناس وتترجم كل شيء يقولونه الطبول الهوائية هل شعرت من قبل بحاجة ماسة إلى قرع الطبول أثناء الاستماع إلى أغنية مثيرة؟ بالطبع تشعر في المستقبل ستكون قادرا على إنشاء نغمات باستعمال عصي طبل خاصة التي تتبع الحركة ستكون طريقة رائعة وهادئة للتدرب على قرع الطبول حقائب ذاتية التنقل لا مزيد من خطر فقدان أمتعاتك ستتبعك إلى كل مكان بنفسها ستكون حقيبتك قادرة على تتبع مكانك وتجنب العوائق والأشخاص الآخرين ستتمتع الحقيبة أيضا بجهاز إرسال جي بي اس الذي سيساعدك في العثور عليها إن تاهت أو تعطلت مهلا سيكون من الرائع إن أضافوا صوتا إليها حتى تقول لك عندما تجدها أهلا هل فقدت شيئا ما؟ أو لدي ملابسك الداخلية يا صاح حوسبة كمية جبارة قام حاسوب كمي مؤخرا بحل مشكلة قد يستغرق أفضل حاسوب تقليدي عشرة آلاف سنة ليحلها ولم تستغرق العملية برمتها كل هذا الوقت ولكن هذه مجرد البداية تخيل ما ستقدر على فعله الحواسيب الكمية في المستقبل يعتبر تشفير المعلومات الكمية عملية صعبة للغاية ولكنها تمكن من نقل المعلومات بطريقة آمنة بنسبة 100% ستوفر فرصة مثالية لجعل الإنترنت أكثر أمانا من أي وقت مضع يشك العلم الحديث على اكتشاف ما يقف وراء عملية الشيخوخة ورغم أن الاكتشافات الحديثة لن تساعد الناس في العيش إلى الأبد إلا أنها ستسمح لهم بالاحتفاظ بشبابهم وصحتهم لوقت أطول تكنولوجيا حوسبة الدماغ إنسى كل ما يتعلق بفأرة الحاسوب ولوحة المفاتيح ذلك الشيء الذي لا تراه سوى في أفلام الخيال العلمي صار في طور النمو في وقتنا الحالي أقصد التكنولوجيات التي يتم التحكم فيها بالعقل واو ستسمح لك بالتفكير في بعض المعادلات وستبدأ في العمل على الفور وهذا مخيف نوعا ما إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء وإليك المزيد من المقاطع الرائعة والممتعة للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار لتبقى على الجانب المشرق من الحي ترجمة نانسي قنقر